حسام حسن وحالة البكاء اللي حصلت وتفعوا لناس الكبير معاها وعنده مسيماني وإصراره على نفس الكلام مع حسام حسن شايف ده إزاي وشايف ده حيأثر إزاي كمان على مسألة التجديد لمسيماني مع الأهلي هي نتخلية نتكلم في شقيني نتكلم في شقيني الشق الأولاني هو حسام حسن طبعا زي ما قلت لك قبل الفاصل وقلت الأسزة زحمت أن مسيماني عندي شوية من نوعية المديرين الفنيين اللي بيتسموا بالعند طبعا مسيماني أحرز دورة أبطال أفريقيا ثلاث مرات مرة مع صنداونز ومراتين مع الأهلي فهو من كبار أفريقيا من عمالقة المديرين الفنيين فأفريقا دي حقيقة وقرب من رقم جزيه جزيه طبعا أحرزها أربع مرات مع الأهلي فهو كمان رقم حيدرب رقم جزيه وحيبقى مدير فني بقى وطني أفريقي كده يعني تدرب له تعظيم سلام فالرجل حاسس بنفسه طبعا فلما ييجي لاعب ييجي في الداية التسعين يقول له انزل فيا تباطأ وما ينزلش وطبعا في الكواليس كده عرفنا أنا عالي لطفي قال له انزل يلا خلص الحكاية ومش وقته فهو متداي فمسيماني خده له وبصره كده وتجاهل الموقف لكن طبعا المسيماني من نوع اللي بيخزن ما بينساش القصة انه هو بعد المباراة طلع سامي قمصان مدرب الفريق مدرب الأهلي وقال ان حسام حسن لعب كبير جدا ولكن عشان تلعب للأهلي اللعب للأهلي صعب طبعا الرسالة واضحة انه لازم تكون كل اللعيبة جاهزة وان التمن غالي جدا عشان تلعب للنادي الأهلي في نفس الوقت حسام حسن كبير جدا اللي ظهر مبارح هو عند المسيماني ده أنا شايف انه هو مفيش غير العند هو اللي قدر اقوله انه هو مبارح ينزل بيه تاني في دقيقة تسعين طب ليه ما انتقدر تنزل بيه اخر ربع ساعة طبعا هو المدير الفني هو الحاكم بأمره في شؤون يمكن عاوز يرسخ لفكرة انه هو المشاركة ولو دقيقة مع الاهلي هي شرف يعني ده يأكد فكرة الوطنية الخاصة بمسيماني اللي حيبتكلم عليها تحديدا